موسيقى السيسي يوافق على اتفاق قرد بمائتي مليون دولار لتحسين استخدام الطاقة اليوم رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العصار يشهد توقيع مذاكرة تفاهم مع شركة كورية لتحويل المخلفات الى طاقة وزارة الداخلية ضبط 82 الف مخالفة مرورية متنوعة خلال 72 ساعة خالد عبدالغفار يستقبل وفد جامعة مونتكلير الامريكية لبحث آليات التعاون العلمي والأكاديمي موسيقى وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت بجامعة بني سويف اليوم موسيقى القهرباء تؤكد استقرار الشبكة وعدم التأثر بالتقلبات المناخية موسيقى محافظة القاهرة تعلن تسكين 205 أسر بمشروع أهلين واحد حتى الآن موسيقى الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش موسيقى موسيقى